السلام عليكم يا احلى متتبعات اخواتات كديري اللبس عليكم بغيت هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف مرحبا بكم معي في قناتكم حلويات تيزنيد اليوم سنشارك معكم اربعات الوصفات او اقتراحات القوتي اللي غدي نفعكم بزاف اقتصادية وسهلة جدا في التحضير عندي لكم حرشة في المقلات اللي كتجي مسفجة وكتدوب في الفم لديدة بزاف غدي نشارك معكم ايضا فطائر المقلات الذهبية بيضة واحدة فقط مكونات بسيطة وكنحصلوا على فطائر اللي كتجي اسفنجية خفيفة بزاف وشيشة والاهم كي يجي ولدت بزاف شاركت معكم ايضا قرص او قراش البلديين من السمين بزرارة لدد بزاف ما تردوش اخواتي تجربوهم غدي نفعوكم مع وليدات المدرسة مقومين على حقهم وسرقهم فكنتمنى تجربوهم غدي يعجبوكم بزاف وعندي لكم ايضا وصفة ميرندينة محبوبة لجميع كتجي رائعة في المدق اقتصادية غدي نحضرها معكم بدون طلب كهربائي غير في كاس الخلط وقد حصلوا على كيك بحل جنواز تماما اسفنجي كانت من نتجاتكم بلايك وتعليقاتكم المحفزة جزاكم الله كل خير نخليكم نعلم مقادير طريقة تحضير فرجة منطعة لا نحتاج المكونات عندي هنا يجيش كسان ديال الفينو يعني الفينو ماشي السميدة كل كاس عندي هناك يزن 100 قرم عندي كاس ديال حليب نسكاس ديال سيت وعندي نسكاس ديال سكر حبيبات اي ساندة بيضة واحدة نصف كيس من خاميرات الحلويات وكيس ديال فانيليا ورشة ملح هدو هما المكونات اللي غدي نحتاج في هاد الحريشة صفي هنا غادي ناخد على بركة الله المقلات اللي عنا وضروري اخواتي تكون ما كتلسق القطر ديالها 25 سنتيم كان احكيد عليكم تكون المقلات غير لاسقة باش نجاح معاكم هاد الحرشة هنا المقلات كما لاحطوا معايا دهنت هاد الزبدة زيان يعني كان دهنها حتى من الجنب وغادي نغبرها بالفينو اللي غادي نخدم بيه وهنا غادي نحاول نمشي هاد الفينو في البلايس اللي دهناهم بالزبدة بهالطريقة صافي بعد ما دهنت المقلات وغبرتها بالفينو غادي ناخد الإناء اللي غادي نخدم به كنطافيه حبة ديال لبيض وغادي نزيد كيس ديال فاني باش نسمو هاد الحرشة ديالنا ثم نزيد درشة ملح ونضيف الكيمياء ديال السكر اللي ذكرت معاكم ونطلب هاد المكونات مزيان حتى يضب السكر بالنسبة للأخوات اللي غادي بغيو العبار بالقرام راه دائما نخليهم لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف كنت طلبوا غير بالخلاط اللي هادوية ونضيف الآن الكيمياء ديال الزيت ونعود نطرب مزيان حتى يندمجوا المكونات هنا راه العبار كنت أعطيه لكم دائما بكأس العلبة الآن سنضيف ذلك الكاس ديال الحليب اللي ذكرت معاكم في المقادير هنا راه عدرته فوق النار حتى دفع ومن الأحسن يكون الحليب دافي سوف نضيفه على باقي المكونات ونخلط شوية الآن سنضيف الكيمياء اللي عندي ديالفينو يعني جوش كيسا ديالفينو كل كاس عندي فيه 100 جرام المجموعة 200 جرام ديالفينو ونضيف نصف كيس الخاميرات الحلويات يعني نصف الكيس فقط ما يعادل 4 جرام يعني القياسات التي أعطيتكم راه مضبوطة لا نقول لكم لا راه الدقيق كيشرب او لا نوعية الدقيق هذا غير الفينو يعني ديروا كاس ديال الحليب مع نسكاس ديالزيت ونسكاس ديالسكر ووجوش كيسا ديالفينو غير كيسا ديالفينو ما يكونوش عمري مزيان كيف ما شفتو معي سوف نخلطو جميع المكونات لانتوما يأتي القوام الخليط كما تشوفو يأتي قوام خفيف شوية لا يجب ان يأتي قوام لهو تقيل حيث ما زال ستشرب لنا هذا الفينو يعني كنت حاولو تحصل على قوام بهذا الشكل اللي كتلاحظوه مباشرة الآن كنأخذ المقلات اللي جوجته في الأول سنفرغ فيها الخليط اللي عندي وهو خفيف بهذا الشكل ومباشرة سنضي المقلات اللي فوق النار هنا كيكا تشوفو كيكا تشوفو معي شعلت على النار ونحاول ان انقسم زيان يعني كنطيبوها على نار هادئة او مهيلة ما تكون شنار اللي هي مرتفعة هنا خديت المقلات تقيلة ضروري تستعملوا المقلات تقيلة سوف تضعوا عليها المقلات اللي لكم ولا ممكن تضعوا غير ذيكال حديدة اللي كنطيبوها تحتاجين لما توفرش لكم المقلات تقيلة سوف نضع المقلات اللي هكا من الفوق ونخطيها ونخطيها التوقب حتى هو بشي حاجة ونخطيها تطيب على نار لها مهيلة ما تجهدوش النار باش ما تخطفش لكم ونخطيها تقريبا غاضي تطيب لكم ما بين 15 دقيقة هنا بعد ما مرت 15 دقيقة صافي كنجيب المقلات ديالي فوق سطح العمل هنا رأى صافي طابت وتحمرت من تحت كنحاول هكا ندوزها تسباتيل هكا في الجناب ديال المقلات باش كنتأكد الحرشة ما تكون شلاسقة صافي كناخد الان المقلات الاخرى حتى هي هندها بالزبدة كما لاحظوه وغادي نقلب فيها الحرشة ديالي بهالتريقة هادي هانتوما طريقة سهلة جدا وعملية يعني كنقلبو الحرشة كتقلبو الحرشة ديالكم هكا بكل سهولة يعني كنقلبوها في المقلات الاخرى صافي عندما كما كتشوفو قلبتها على الظهر ديالها ونرجعها فوق النار ونخليها حتى تتحمر من الوجه الاخر في هاد المرحلة ما تغطيوهاش باش ما تعراقش لكم ويجي يكون فازقة يعني في هاد المرحلة ما كان نغطيوهاش صافي كنخليها حتى تتتحمر على الجهة الاخرى وها هي تتحمرات من جوج جهات كما كتلاحظو صافي دابا سوف ندرها في الإناء اللي سوف نقدمها فيه لسبب المكونات ديال الفطائر عندي هنا يا دقيق الفينو ودقيق الحلويات يعني 250 جرام ديال الفينو و250 جرام ديال دقيق الأبيض الخاص بالحلويات عندي كيس ديال خاميرة الحلوات 8 جرام وكيس ديال فانيليا للتنسي عندي حبة واحدة ديال البيض معلقة كبيرة ديال سكرح وبيبات معلقة صغيرة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال خاميرات الخبز وعندي هنا الماء الدافل كيميا قد نوضحها لكم في الفيديو قد نوضح حبة ديال البيض نضيف معلقة كبيرة من سكر ساندة قد نضيف كاس ديال الماء نضرب هذه البيضة حتى كنت نساجم مع الماء ونسمي هذه الفطائر بكيس ديال فاني ونضيف الان الكيميا ديال الفينو وهي 250 جرام نضيف ايضا الكيميا ديال الدقيق اللي عندي من الافضل تغرب له هذه النواشف قبل ما نضيفهم هنا معلقة كبيرة من خاميرة الخبز معلقة صغيرة ديال الملح زائد كيس ديال خاميرة الحلويات 8 جرام سوف نضيف الماء تدريجيا حتى تحصل على القوام المطلوب بالنسبة لكيميا ديال الماء اللي احتاجت في هذه الخالط هي 5 ديال الكيسان بقياس كاس العلبة سوف نحرك نزيان زيان بالطلب اليدوي القوام ديال الخالط كي يجي تقيل على القوام ديال البغرير سوف نختار عليه الآن بالبلاستيك سوف نضيف مدة نصف ساعة يعني 30 دقيقة ونرجع معكم بعد 30 دقيقة شوفوا معي صباح عندي قوام بهذا الشكل سوف نستطيع التخلط نهائيا خلطت مزيان غير بالطلب اليدوي و سوف نحصل على نتيجة أروع بدون خلط سوف نضيف مباشرة نطيب هذا الفطائر نأخذ مقلة من الأفضل تكون مكة للسق سوف ندهنها بشوية النار طبيعي لحال تكون مهيلة و سوف نفرغ فيها جوج مغارف الخالط سوف نوزع الخالط على الإطار المقلة نجعل الخالط حتى ينشف من وجه و سوف يبني أن الجوانب تحمره بهذا الشكل سوف نقلبها و تحمر و تطيب على الجهة الأخرى سوف يأخذون محمر ذهابي رائع سوف نحيدوهم نعود معكم نضيف المقلة في الأول بالزيت و نفرغ جوج مغارف من الخالط في الوسط أنا لدي المغارفة كبيرة نحاول نوزع الخالط على الإطار المقلة و نجعلها تطيب على ننمط وسط سوف نجعلها حتى تنشف من وجهها و نضيف مباشرة سوف نقلبها بهذه الطريقة سهلة و جيدة بسيطة و نجعلها تكمل طيابها من الجهة الأخرى سوف نقلبها مع الشكل نهائي في الأخير و نحضر معكم وصفة الموالية القرص بالنسبة لمكونات القرص لدي دقيق الحلويات كمية سوف نوضحها لكم في الفيديو كاس الفينو زيت سكر حبيبات أربع كاس الماء الزهر و معلقة كبيرة الخامرة الخبز و معلقة كبيرة السنجلان سوف يكون مصهد قليلا و معلقة كبيرة النفع مع القليل المسكة الحراء اختيارية إذا كانت لديكم عندي حبة وحدة و معلقة صغيرة الملح كيس خامرة الحلوات 8 جرام و جوج مع القبار الحليب بودرة و معلقة كبيرة الزبدة و الماء طبيعة الحال سوف نوضح لكم الكيمية في الفيديو إذا بالنسبة لطريقة التحضير فهي جيد سهلة أول شيء سوف نغرب الكيمية الدقيق كيف ذكرت معكم 500 جرام نضيف كاس الفينو 120 جرام نضيف هنا الخامرة هنا في الكاس و نضيف عليها و نضيف الماء و نضيف هذه الخامرة حتى تتفعل مع السكر حبيباد هالطريقة إلا دلناها سوف نسرعوا عمليات الاختمار يعني العجين بسرعة يختم و نضيف الآن النواشف نضيف الآن النواشف كيمية السكر زائد الملح نضيف حليب بودرة اللي ممكن تعوضوه بالحليب السائل وتجمع به العجين بلا سلمة و نضيف القليل من المسكة الحرة اللي تقيتها بزيار غير شوية منها إلا كنت نتوفرة كتاعتين سمها إلى العجين نزيد أيضا كيس خامرة الحلوة مليا جرام نزيد معلقة كبيرة ديالنافع مع معلقة كبيرة ديالزنجلان و غاد نخلط جميع النواشف اللي عندي مع بعض حتى كينسجموا المقونات كلها مع بعض و نضيف الآن السوائل بالنسبة للسوائل نضيف بيضة كاملة نضيف بيضة كاملة و نضيف المقونات و نضيف الزيت زائد 4 كاس ماء الزهر المقونات كلهم ستجدهم في صندوق الوصف و في الأخير نضيف الخميرة اللي خليطتها تفاعلات مع السكر بهاد الشكل نضيفها على الدقيق و نبدأ الآن نجمع في العجين بالماء الدافي بالنسبة لكيمياء الماء اللي يحتاجت في العجين هو كاس و نصف الماء اللي يدخل في العجين الكيمياء الماء كتبقى على حسب الامتصاص الدقيق المستعمل سوف نستمر هنا نجمع في الخليط بعد مجمعت العجين اللي عندي الآن سنبدأ ندهني بالماء و انا كنت لك بدون ما يلتسق لي العجين في الدقيق القوام دي العجين يكون مرخوف ماشي قصح لكي يجيكم هذا القرص يسفنجي و خفيل نضيف الآن الزبدة خليت الزبدة حتى الاخير باش نحاول ان نضلكها نضلك بها العجين فكل ما دخلت الزبدة في العجين فكل ما يسهل علينا نتحكموا فيه و نضلكوا بكل سهولة بعد ما دخلت الزبدة كلها في العجين و لا يبقى هذا العجين يلتسق لي في الدقيق نأخذ الآن تنجرة يعني تنجرة الضغط سنضهنها بشوية الزبدة و مباشرة سنضع فيها العجين بهذه الطريقة سوف تنجرة و نضيف الزبدة و نضيف الزبدة حتى يختمر و يضعف الحجم و نرجع معكم بعد ما اختمر العجين سنحاول نزل منه الاختمال و نضعه فوق سطح العمل الذي يكون مرشوش بالدقيق نرولي العجين بهذا الشكل أو بهذه الطريقة و نقطع القطاع التي هي صغيرة أو أجزاء صغيرة بعد ما قطعت الكيمياء العجين سنحاول نشكل منهم كويرات صغيرة في الحجم والله كبار حسب الدقاء بالنسبة لها 60 غرام و نشكل كويرات متساويين بعد ما نتهيت من تشكيل سنقرسهم بهذه الطريقة بالنسبة لهذه القرص و نستطيع القطاع من هذا ما قطعت حاولوا تقرسهم بهذه الطريقة حيث ما زال سنضع الحجم في الفرن في هذه المرحلة سنضع 15 دقيقة سنضع الحجم حتى من بعد سنضع الحجم في الصفار الذي يدوب من القليل من القهوة سريعة الدوابان سنضع 15 دقيقة حتى يضع الحجم قليلا سنضع الحجم سنضع الحجم من جميع الجوانب في هذه الأثناء سنضع الحجم سنضع الحجم سنضع الحجم و نقص على النار سنضع الحجم و نضع الحجم سنضع 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 الحجم نضيف سكر حبيبات مع الزيت والحليب زائد رشة ملح زائد جوج اكياس فانيليا للتنسيم بالنسبة للخميرة نضيفه حتى يطحن الخالط جيدا و نحصل على قوام بهذا اللون يعني كنطحن الخالط حتى يرجع اللون ابيض الآن سنبدأ نضيف الدقيق بالنسبة لكيمية الدقيق التي تحتاجت في هذا الخالط هي 200 غرام ما يعادل جوج كيسان بقياس كاس العلبة و لا تنسوا نضيفه جوج اكياس خاميره بالنسبة للدقيق نضيفها تدريجيا شوية بشوية و نحصل على قوام بهذا الشكل يعني الخالط يحتاجه يكون خفيف شوية ماشي تقيل لكيك خفيف بحال جنواز اخذت الصينية نضيفها بالزبدة و نسقط عليها ورقة طهي و مباشرة نفرغ الخالط و نحاول نفرغ الخالط و نحاول نفرغ الخالط و ندخله للفرن يكون مسخر من قبل و نضيفه و نضيفه نضيفه و نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نحاول و نقسم الكيك على جوج أجزاء من الأفضل يكونون نستعمل بالمسطرة لأطراف نحصل بالتالي على جوجة التبقات من الكيك هنا كيمية من الشكولات الأسود نضيف عليه غورت شوكولة نحرك جيد حتى تحصل على غلاش الذي سنضع بين التبقتين هذا هو القوام للغلاش يكون ثقيل ونضعه فوق من القطعات الجنواز نحاول نسلح هذا الغلاش فوق تبقى الكيك ونأخذ مباشرة القطعات الثانية ونضع فوق القطعات الجنواز حاول أن يأخذ السكين ونقطعه من الوسط ونبدأ القطع الميرندينة نستعمل بالمسطرة لتحصل على حبات في نفس القياس ونحصل على 12 القطع من الميرندينة حجمي كبير إذا قطعتهم قطع صغير من هذا ستحصل على كيمية كبيرة من الميرندينة ونأخذ هذه الأشكل بعد مقطعتهم يأخذ العمل بحاجة وسمائة يأخذ طب وإسفنجي هناك كيمية من الشوكولات الأسود الذي دوبته في حمام مائي مع 4 كاس الزيت ضروري دوبه الشوكولات مع القليل الزيت لتحصل على تبقى رقيقة في ميرندينة ونبدأ هنا نخطيص القطع الميرندينة في الشوكولات بهذه الطريقة نخطيص الكيك من كل جهة سوف نخطيصها في الشوكولات ثم نخطيصها ونخطيصها ونخطيصها مباشرة ونخطيصها حتى ينشف على الشوكولات طريقة واضحة بنفس العملية سنستمر مع كيمية كلها بعد أن نشف هذه الشوكولات على القطع الميرندينة نخطيص السكين ونحاول أن نزول هذه الزوائد الشوكولات التي يكونوا خارجين من الجناب نزولهم بالسكين لكي يأتي المنظر بحال ميرندينة ونخطيص الشوكولات وضعتها في قمع بلاستيكي ونبدأ نضع خطوط عشوائية بهذه الطريقة لكي تحصل على هذا الشكل ميرندينة سوف نتلقى مع الشكل النهائي هذه الوصفات كي يكون هذا هو الشكل نهائي الوصفات بربعة اللي شاركت معكم كي يأتي أكثر من رائعين حرشة في المقلة لكاتصلح القوتي زوينة بثاف اسفنجية وخفيفة فطائر المقلة الذهبية التي تجيرها شكلا ومداقل بيضة واحدة كان يحصل على فطائر شهوة منها مع الزبدة والعسوكس ما تشبعون منهم شاركت معكم أيضا قراش البلديين من السمين المقومين على حقهم وطريقهم إصلاحوا الولدات المدرسة في الفطر والغوتي يأتي أكثر من رائعين وميرندينة محبوبة الجماهيل التي تعجبك كبير والصغير بطريقة مبسطة وسهلة وبدون طلب كهربائي بدون جنواث لكن الكيكس يأتي بخفيف وإسفنجي بحل جنوى سماما نتمنى فعلا هذه الاقتراحات التي شاركت معكم ينالوا إعجابكم دعوني لايك الفيديو إذا رأيتني أني نستحق وشتعليق محفز لكي شجعني دائما شكرا دائما على المتابعة وإلى اللقاء